السلام عليكم اشتركوا في القناة وضع الحلقة اليوم عن هجرة بطانية الرحم وهي تصاف فيها 10% من النساء وتبدأ من عمر البلوغ حتى سن اليأس للخمسين وبعد الخمسين لا تحتاج علاج وتخف لحاله أسباب غير معروفة لكن هناك نظرية تقول مثل الحيد الارتجاعي وهو أن الحيد عوض لا يطلع لبرا يفوت لجوه هذا هو دم وخلايا من بطانية الرحم هذه الخلايا تفوت باتجاه قنوات فالوب والمبيض وتلتسق بهذه الأعضاء بالإضافة أن تلتسق بالبطانية الداخلية للحوض أحيانا هناك حالات نادرة أن تطلع خارج هذه المنطقة طبعا هي أربع درجات حسب العمق وحسب الحجم طبعا الدرجة الرابعة هي أكثر شيء ويصاحبها للدرجة الرابعة دائما العقم طبعا يصاب مثل ما أنه تقريبا خمسين بالمئة من النساء اللي يمحون بطانية الرحمة المهاجرة بالعقم اثنين بالمئة كمان ممكن يتحول لسرطان في حال لم يعالج أحيانا كثيرا تتأخر المرأة بالتوجه للطبيب لأنها تخربت بينها وبين أعراض الطمص الشديدة تتشبهها كثيرا لذلك أحيانا تسع سنين لا تكتشفها ويكون تأخر الحالة تأخرت وممكن كمان تتوجه ما تتوجه للطبيب إلا في حال صار عندها عقم لتعلم أسباب العقم ويكون أحد الأسباب هي هجرة بطانية الرحمة طبعا من أعراضها هي وجع حيض شديد جدا أشد من العادي مثلا أحيانا بيصير محى المرأة نزيف أكثر من سبعة أيام بيصير مثلا أعلام بالبول والتبول والبراز خصوصا أياء وقت الحيض بيصير معها أعلام بالحوض أسفل الحوض كثير أليم شديد بيصير معها مثلا إمساك أو إسهال شديد وممكن يصير معها كمان غسياء أعلام بالجماع المرأة أكثر من النساء يصير معهم هجرة بطانية الرحمة هي المرأة اللي ما ولدت ما عندها أولاد أبدا أو ولدت عدد قليل من الأولاد المرأة اللي صارت عندها البلوغ مبكر المرأة اللي تأخر عندها سن اليقس كمان المرأة اللي عندها ارتفاع بهرموم الأستروجين المرأة اللي صارت عمليات جراحية وصار التصاقات مثلا قيصرية وغيرها المرأة كمان اللي فيه تاريخ عائلي كمان المرأة الناحيفة اللي عندها وزن ناقص اللي دورتها hassle مش منتظمة طريقة التشخيص هي الطبيب يعتمد على الفحص السريري أسئلة يسألها التاريخ العائلي يلجأ للألترا ساوند الجهاز الموجات فوق الصوتية يمكن يلجأ للمرنان المغناطيسي ويمكن يلجأ للتنظير الجراحي طبعا العلاجات هي معظم الوقت يتبع العلاج أول شيء مسكينات الألام اثنين ويعطيها موانع الحمل أو أدوية هرمونية ويمكن يلجأ للعمل الجراحي طبعا العمل الجراحي له عدة أنواع طبعا الجراحي في حال كان في مشاكل مثل ما أنه مراحل متقدمة هي الدرجة الرابعة أو المرأة حابة تحبل من المضاعفاته ممكن يساوي مثل ما أنه عقم ممكن يساوي مثل ما أنه سرطان المبيض بس بنسبة قليلة كثير 2% تقريبا وممكن كمان يساوي حمل خارج الرحم طبعا لماذا أنه يصبح عقم مؤقت أحيانا لأنه يسد خنوات فالوب ويمنع مرور الحيوانات المناوية أحيانا وممكن أنه يعطي العمل المبيض المنزلي لتخفيف الألم يمكن أن تستعمل كمادات دافئة أو حمامات دافئة كمان يجب أن تشرب سوائل منيح لأن الأوميغا ثلاثة مهم جدا لإلها الأوميغا ثلاثة زائد فيتامين سي فيتامين جيم يعني أو فيتامين و فيتامين إي كمان هذا مهم جدا لإلها شرب عصير الرمان مضاد أكسدي كمان جيد جدا لإلها كمان شاي زنجبيل كمان مفيد لإلها طبعا لازم تعتني بالحمية تباحة تركيز على الخضار والفواكي تمتنع عن اللحم الأحمر أو اللحم المصنع لازم تمتنع عن اللحم الأحمر أو اللحم المصنع هذا مهم جدا تأكل حمية خالية من الجلوتين كمان مهم جدا مثل بأنها تخفف السكريات تخفف الكربوهيدرات كمان مهم جدا لإلها وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم